في إطار الاحتفال بمئوية المدرسة المصرية للخط العربي نظمت مكتبة الأسكندرية احتفالية خدير البورسعيدي مدرسة مصرية في الخط العربي وذلك بحضور كوكب من الأساتذة والمتخصصين في الخط العربي تحدثوا عن المدرسة المصرية وعرقتها في الخط العربي داخل أروقة بيت السناري احتفلت مكتبة الإسكندرية بمئوية المدرسة المصرية للخط العربي والتي أبدع روادها في فنون الخط وجمالياته المختلفة حيث شهدت الاحتفالية حفل توقيع أحداث إصدارات مكتبة الإسكندرية وهو كتاب خدير البور سعيدي أحد أبرز وأشهر الخططين المصريين في العصر الحديث نعتبر أحد مظاهر التفوق العربي المصري وأحد مظاهر القوى النعيمة المصرية إذا جاءت تعبير فنرى الخطة العربي من الحاجات الأسس اللي احنا بنملكها الحاجات التي تضاف إلينا العناصر الإيجابية في تاريخنا وتاريخ اللغة العربية هو الكتاب كان محاولة لرصد تراث أستاذ خدير البور سعيدي الممتد لأكتر من 50 سنة كتابة سواء كان في التلفزيون المصري أو في تترات المسلسلات أو البرامج قدر أنه يغزي زائقة البصرية لكثير من الفنانين دون أن نستشعر دون أن ندري دون إحنا عندنا خطات وخطات أستاذ وخطات أستاذ فنان دي آخر حاجة اللي هو بيدين الحرف ده عندنا الحرف ده البنى آدم ليه شكل وليه قوام ليه حاجات كتير في شكل الحرف بدأت عمل مع الحرف كأنهم بدأت من بالضبط الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان خدير البور سعيدي مدرسة مصرية في الخط العربي تناولت العديد من أوجه جماليات المدرسة المصرية في الخط العربي والتي باتت شاهدة على عصور مختلفة الرخت لفترات زمنية متنوعة نحن نحتفل اليوم بمرور 100 عام على تأسيس المدرسة المصرية للخط العربي في عام 1922 أسس الملك فواد أول مدرسة النظامية لتدريس فنون الخط العربي وزخارفه المدرسة دي تخرجت الكثير من الخبراء والفنانين المتمكنين من فنون الخط العربي طبعا مثل محمد إبراهيم وكامل إبراهيم وعبد الرزاء سالم وكثير من فنانين الخط العربي طبعا وأخرهم الأستاذ مسعد خدير اللي احنا بنحتفل به كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تدشين مدرسة خدير البور سعيدي لفنون الخط العربي ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي وذلك بهدف خلق أجيال جديدة من فنان هذا المجال وهو ما كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم خاصة بعد تسجيل هذا الفن العريق على قائمة التراث العالمي الثقافي غير المادي باليونسكو أحمد الحسيني التلفزيون المصري